اشتركوا في القناة او نادر الميغري الكرة مرفوعة من الجيل الوسرى كرة مرغبة مزايا تتحول مجددا مضادة سريع للحسنية كرة للوداد من الجيل الوسرى خطيرا جدا التسديد ضاعت المحاولة الاولى للوداد بحثا عن الهدف الاول كرة بالرأس التاميد للوداد البحث عن مساحة من الجيل يمنا احمد اشدو كرة خطيرة جدا والتدخل بتشكيل الفرنسي جون فرانسو جودار المراوغة والحل من اقدام سكومة التزديد بالتمرير راية مرفوعة هدف مرفوض اول للوداد الهدف مرفوض من فوز عبدالغني ابن العطاوية المدينة الصغيرة على مستوى المسيحة الكبيرة بالمساحة الكبيرة برجالتها منذ العام تمانين مع ابباخ تخور تاشكاند هنا الكرم العوبو ضعت للوداد مجددا اليوم الكل يبحث عن الهدف الاول اما في مرمى نادر المياغري اوفاد لحمدي محاولة خاطيرة جدا للوداد مجددا بن كجان كان قريب الذي انهزم ماما الكاميرون في انتظار رددين في مواجهات قادمة ننتظر ان تكون بالقابون وغينية السوائية على مستوى نصف من العلبوم لما يصعدوا للبحث عن الهداف ونقوه بجوات جرار لكن نادر المياري في المكان المناسب يحول الكرة في تماث تراجع كل لكل لعبية الوداد لمساحة العمليات لعدم استقبال هدف غادر خلال التواني الأخيرة من الجولة الأولى ردوان الفوقي في تنفيذ السوية ردوان الكرة مرفوعة خروج نادر المياري الذي ينذر ويعلن عن غائبة أدهان أكيد أن غير مركز تماما في هذه المباراة الحكم ماذا قال وماذا سيقول يأمر فوز عبد الغاني بالنهود ومواصلة اللعب ومواصلة المباراة خلال الجولة الأولى وبالضبط في الدقيقة الثانية سنبقى مع الزاوي للوداد الكرة مرفوعة لو ركز عن غان كان بإنكانية كرة للوداد الرياضي الكرة مرفوعة الودادة ضعت الهدف الأول من محمد بالرابح من بيدوطان ضع الهدف الأول للوداد الكرة في الزاوية المساندة غير مشروطة تماما من طرف أنصار الوداد هنا الإعادة بالرابح وبيدوطان الكرة في الزاوية المتابعة بالرأس من جانب دفاع الحسنية نار الحماس تنتهي مدرجات المركبة رياضي محمد الخامس يعني أكيدا المدرجات تعيش على ترقب كبير وعلى حماس كبير جدا حماس منقطع النظير بالمركبة رياضي محمد الخامس بالدارة البيضاء خاطة مضاف للوداد في انتظار 29 دقيقة الأخيرة من هذه المواجهة كرة من خالد سقط في تنفيذ الخطأ الكرة مرفوعة المتابعة الوداد تضيع هدف أخر هدف تاني في زمن قياسي قدره دقيقة ونسوة الزاوية وباسكر أنغان الكرة بالإعادة مجددا الكرة تلعب بسرعة من الجهة ليصل لكن تدخل دفاع الحسنية وينعي هذا الضغط الوجوم رائب من جانب الوداد الوداد أفضل خلال الجولة التانية كان أفضل خلال الجولة الأولى ما ينقص هو الهدف ما ينقص هو هدف أول خلال هذه المواجهة كرة منغو بيغوات جرار ينطلق ويسدد لكن الكرة بعيدة عن مرمى نادر المياهة يتوصل بالكرة تنطلق الأجمال للوداد بكرة عرضية لمراد لمسن المراوغة الحل للكرة مرفوعة ليس ديزايس موتيس أكاق لعله ينهي هذا الحضر وهذا الترقب بهدف أول خلال هذه المواجهة الكرة والإنسلاء لا يبسكوها خطرة جدا لكن دفاع الحسنية في المكان والزمان المناسبين في المساحة المرجوية وعلى هذه الكرة للودادة الرياضي الكرة مجددا ودادية من اليومنا الكرة بالرأس من محمد الحسيني يعني كم من الوقت وهنا الإعادة لغو بيغوات جرار الذي فوجئ بناد المياهري كرة مبين رأسي اللاعب والحالس وتنتهي بإصابة غو بيغوات جرار وناد المياهري الذين نتمنى أن يعودا بسلام لمواصلة الربع ساعة الأخيرة من هذه المواجهة بدو الزعك في حوار ضشجون مع لعبيه الوداد الصابة التي ألمت به بعد التدخل الأخير أمام غو بيغوات جرار يخرج ويتم تعويضه بكريم فقروش نفس الزمن ونفس الثقة التي نمنحها للمحترفين لهم أيضا قادرين على تقديم الإضافة كما هو غو بيغوات جرار غو لوحده يبحث عن المساحة وتسديده حسنية أجدير حسنية أجدير الغزلة كان بإمكانها تحتفل في الدقاقة الأخيرة بانتصار من عقر الدار من عقر الدار الوداد بالمراكبة اليد محمد الخابس هنا الإعادة اليدية التسديدة والارتماء الانتحاري من كريم فقروش أخطر تهديد أقوى تخطر هجمة للحسنية منذ انطلاق المباراة انتظروا جميعا للدقيقة واحدة وتمانين للاحتفال بأول هجمة في هذه المواجهة لمن ستكون ولمن سيكون الانتصار الكبير اليوم هنا الكرة مرفوعة خاطرة جدا لحسنية أجدير تتحول بسرعة للوداد بتمريرا لليس مويتس ديزايس من الجهة اليسرى ينطلق الوداد بأجمع من مصطفى بيدودان لعبد الحقية العريف المراوغة والحليات من الجهة اليسرى المراوغة مرة تانية الكرة مرفوعة جول قلت 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 أن ليس مويتس هو من سيؤدي الهدف الأول للوداد قلت وتنبأت بذلك لن أصف لكم حجم الفرحة هنا بالمراكبة ريالي محمد الخامس الكل يحتفل بهذا الهلف الذي جاء وبعض مخادر عسير للوداد والعنصر الوداد الذين يحتفلون بالهدف الأول في هذه المواجهة أخيرا بيدوزاكي يتنفس السعداء والمنقب هو الكونغولي ليس مويتس نار بمدرجات الوداد الكل يحتفل بالهدف الهدف الذي انتظروا الجميع لمدة 2-8 دقيقة صدقت أني لما قلت أنه عبد الحقيق العريف هو ما سيمهد وأنه ليس مويتس هو ما سيختم بهدف أول للوداد الوداد واحد ليس مويتس يحتفل اللائب الأنيق الكونغولي القادم من الكونغوب رسم الكل في مساحة عمليات الوداد القصيرة في التنفيذ خروج كريم فقروش خطاء 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 مكلف لكريم فقروش كريم فقروش وتلهت وراء هدف التعدل ليس مويتس كرة بتمريرة للجنال اليسرى لانطلاق مصطفى بيضدان كيف سيتعامل مع هذه الكرة بيضدان مجددا لعبد حقيق العريف من الجنال اليسرى مصطفى بيضدان يضيع ما لا يضيع يضيع ما لا يضيع أهد العريف أكيد أنه تصالح وأعلن عن موعد التصالح مع أنصار الوداد دخول العريف قدم الكثير بكوتشينج موفق جدا من المدرب باتوزاكادي المرة قوبي جواجرار بن كجان وهيشام الويسي كانوا مسجمين بشكل كبير اليوم هذه الصافرة قادمة من المدرجات ليست الصافرة النهائية المعلنة عن نهاية هذه المواجهة بالفعل الحكم ينهي المواجهة بفوز الوداد بثلاثة نقاط تمينة بثلاثة نقاط تمينة في هذه المواجهة أمام حسنية قدير شكرا شكرا